ميناء الحديدة لماذا أغلق؟ ولماذا فتح؟ تساؤل لم يجد له إجابة وسط التخبط بين قرار الفتح المفاجئ مساء الأربعاء الفائت وبين الإغلاق قبل أسابيع بمبررات معلنة جاءت عقب إطلاق صاروخ باليستي للرياض تقول قيادة التحالف أنه صناعة إيرانية تم تهريبه عبر ميناء الحديدة قيادة التحالف وبعد قرابة ثلاثة أسابيع من قرار إغلاق الميناء أعلنت إعادة فتحه أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة دون أن يذكر البيان ما إذا كان قرار الفتح يشمل السماح بدخول السلع الاستهلاكية والبطائع بالنظر إلى بيان قرار الإغلاق تطرق التحالف لخطر تهريب الأسلحة عبر الميناء ودعا لتشكيل فريق أممي متخصص للسلام الميناء فهل أزال خطر تهريب الأسلحة؟ أم أن قرار فتح الميناء نتيجة للضغوط الأممية على التحالف؟ يؤكد التحالف في بيان إعادة فتح الميناء أن قيادة التحالف قامت بمراجعة شاملة لإجراءات التحقيق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار الأممي الرقم 2216 والمتعلق بمنع تزويد الإنقلابيين بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية أما تشكيل فريق أممي متخصص لاستلام الميناء والإشراف عليه وفقا لمطالب التحالف في بيان إغلاق الميناء قبل أسابيع فلم يتم فجدد التحالف العربي في بيان فتح الميناء دعوته للأمم المتحدة لسرعة إرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصين في قيادة قوات التحالف لمراجعة آليات التحقق والتفتيش الخاصة بالأمم المتحدة وبين قرار إغلاق الميناء وقرار فتحه لم تتوفر أي ضمانات أممية لإيجاد آليات سليمة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين والمتضررين وستبقى الميليشيا الإنقلابية كما كانت تتلقف قوافل المساعدات لتمويل مجهودها الحربي ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار